طالب أعضاء في المجلس المحلي لقضاء الفلوجة وزارة الهجرة والمهجرين إلى الإسراع بصرف منحة العودة للنازحين والبالغة مليونا ونصف مليون دينار وأكد أعضاء المجلس أن كثيرا من أهالي المدينة تضررت دورهم وممتلكاتهم بفعل العمليات العسكرية وهم بحاجة ماسة لتلك المنحة كما دع أعضاء المجلس وزارة الهجرة إلى إعادة افتتاح مكتبها في الفلوجة وعدم تحميل أعباء جديدة على النازحين العائدين بالصفر إلى رمادي من أجل تثبيت عودتهم رسميا إلى مناطقهم منذ أن تم تحرير مدينة الفلوجة عادة عدد كبير من أبناء مدينة الفلوجة إلى المدينة وبحدود 97% من العوال قد عادت إلى مدينة الفلوجة وبشكل تدريجي تراوحت هذه العودة بين 2017 و2018 عدد من أهالي مدينة الفلوجة لم يعودوا بسبب تدمير كامل لدورهم من ناشد وزارة الهجرة دي عادة فتح مكتب الهجرة في قضاء الفلوجة للتخفيف على كهل المواطنين الذين بدأوا يعودون في الوقت الحاضر نقد استفشرنا خيرا من تصريح وزارة الهجرة مهجرين بقرب إطلاق منحة النازحين العايدين ديارهم والتي تقدر بمليون ونص دينار لذا نهيب الوزارة أن تعمل من مسعها لإطلاق هذه منحة عن طريق الكي كارد لكون أغلب الذين استلموا المنحة تتم استلام مباركة ولي عن طريق كي كارد مما يسهل على المواطنين ويقلل من الزخم الحاصل على الدوائر موسيقى